وعن آخر حيث أعلنت أذربيجان اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة مع القوات الأرمينية وقالت إن قواتها شنت هجوما للرد على استفزازات الجيش الأرمينية بينما ردت وزارة الدفاع الأرمينية بأن الاستفزازة جاء من باكو من جهته قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن قالقة للغاية إزاء الاشتباكات ودع البلدين إلى وقف الأعمال العدائية فورا شبح الحرب بين أرمينيا وأذربيجان يدل برأسه من جديد واصطن دلاع اشتباكات بين البلدين الجارين لتلتهب الحدود مجددا تحت قصف متبادل استهدف بلدات مدنية ومواقع عسكرية تقول وزارة الدفاع الأذرية إن القوات الأرمينية شنت أعمالا تخريبية واسعة النطاق قرب مقاطعات داشكسان وكالبخار ولشين الحدودية وتضيف الوزارة في بيانها أن القصف الأرميني كان مكتفا بالمدفعية وقذائف الهاون استهدف مواقع عسكرية وخلف قسائر بشرية في صفوف جيشها في المقابل فندت وزارة الدفاع الأرمينية اتهامات عدوتها لتقول إن قوات باكو والمدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة حاولت التقدم داخل أراضيها بعد أن استهدفت في ساعات الصباح الأولى بلدات مدنية على غرار الغوريس والسوتوك وجيريموك بهجوم مدفعي عنيف بحسب ما أوردته العاصمة ياريفيان من جهته سرع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمطالبتهم بالرد على ما سماه عدوان أذربيجان إلى ذلك عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان بعد أن استهدف القصف بلدات وبنى تحتية مدنية يقول وزير خارجيتها أنتوني بلينكين إن على طرفي نزاع وقف القتال فورا مجددا في السياق ذاته دعم واشنطن للجهود السلمية في المنطقة بعيدا عن الحلول العسكرية تجدد أعمال العنف بين أرمينيا وأذربيجان يهدد بإعادة إشعال النزاع في منطقة ناغوري كارباخ على الرغم من وجود قوات روسية مكلفة للإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين البلدين منذ نهاية الحرب الثانية بينهما عام 2020 أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف أن بلاده زودت أوروبا بسبعة مليارات وثلاثمائة مليون متر مكعب من الغاز خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أقل شهبازوف أنه وفق للبيانات التشغيلية فإنه جرى أيضا تزويد تركيا بخمسة مليارات واربعمائة مليون متر مكعب ومليار وسبعمائة مليون متر مكعب إلى جورجيا معتبرا أن صادرات بلاده من الغاز ارتفعت في الفترة نفسها بنسبة 23% للمزيد ينضم إلينا سيد حسين عبيد أستاذ وباحث جامع في العلوم المالية والاقتصادية من باريس أهلا بك سيد حسن عبيد إذن إعلان أذربيجان عن ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بأكثر من 30% على خارطة الطاقة وأحتياجات أوروبا هذه النسبة أين نضعها؟ نعم بالحقيقة هذه النسبة نضعها في القليل القليل التي تحتاجه أوروبا ولأبين بالأرقام فأزربيجان ترسل إلى أوروبا حوالي 10 مليار متر مكعب سنويا وإذا ما زادت النسبة بـ 30% فذلك يعني أن هناك 13 مليار متر مكعب والاتفاقية التي تمت في 28 حزيران يونيو بين أزربيجان وتركيا والاتحاد الأوروبي تنص على أن إذا ما زادت الواردات أو الصادرات الأزرية إلى أوروبا فتركيا هي المستفيدة الأول إذا ما أرادت أن تفرض أي شرط في هذا الموضوع فأوروبا في هذا الموضوع هي تحت رحمة القرار التركي هذا أولاً وثانياً نحن نعرف أن أوروبا تستورد حوالي 130 أو 140 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا فالصادرات الأزرية إذا ما تمت مع زيادة 30% فلا تشكل إلا حوالي 10% من الحاجة الأوروبية خاصة وأن أوروبا تستهلك 90% من وارداتها وهي لا تستطيع أن تخزن الجزء الكبير من هذه الواردات وبالتالي بخلاصة القول أن هناك أزمة غاز في أوروبا لن تستطيع أن تحلها الصادرات الأثرية وبالتالي هل حتى الحديث عن موضوع الطاقة البديلة المستشار الألماني تحدث عن موضوع الهادروجين وبأن هناك بنية تحتية سيتم إنشأها قريباً ترى بأن حتى هذه البدائل مع كل ما يتم البحث عنه سواء من أذربيجان من الجزائر من بعض دول الخليج لن يجعل الشتاء دافئاً على الأوروبيين لن يجعل الشتاء دافئاً كالمعتاد ولكنه سيجعله أكثر برودة من ما تعودنا عليه أو أقل دفئاً من ما تعودنا عليه فالمطلوب اليوم من الأوروبيين تخفيف استهلاك الغاز وهذا ما تقوم به المؤسسات الرسمية الأوروبية ببث هذا الكلام وبث هذه المعلومات والتوصيات للأوروبيين بتخفيف استهلاك الغاز أما فيما يختص بالأمور البديلة فهي خطط مميزة جداً وخطط رائعة جداً ولكنها لن تأكلها في المستقبل القريب فهي بحاجة إلى فترة تتراوح بين خمسة حسب موضوع حسب المشروع وحسب كلفته وحسب نوعيته وحسب الدولة التي تقوم به وحسب أيضاً الظروف المناخية فهذه المشاريع تتراوح مدتها بين خمسة إلى سبعة إلى خمسة عشر سنة فإذا ما نجحت هذه المشاريع ستؤتى فعلاً نتائجها في فترة أقصاها خمسة عشر إلى عشر سنة وتكون النتيجة جيدة والاستغناء عن الغاز الروسي سيتم ولكن في فترة طويلة وليس في الشتاء القادم بحديثك عن موضوع أذربيجان وتحديداً بأن أوروبا في هذه الحالة بموضوع الغاز الأذربيجاني ستكون تحت رحمة الرغبة التركية في هذا الإطار والسياسة والاقتصاد لا يفتريقان بالمجمل السياسة بمجملها تعتمد على الاقتصاد وبالتالي أيضاً الاقتصاد هل برأيك كل ذلك قد يدفع بأوروبا سواء مع تركيا أو حتى مع غيرها من الدول التي يمكن أن تشكل لها بدائل بأن تتغاضى عن سياسات معينة هي متعودة عليها أن ترضى بمساومات من الأطراف الأخرى مثلاً ونحن نعرف مثلاً تركيا تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي موضوعاً ضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا ما قصدت يا سيدتي هذا الأمر فهو بعيد المنع على الرغم من كل المحاولات التركية التي اليوم أصبحت أكثر من سلسلسل سنة تحاول تركيا الدخول إلى الاتحاد الأوروبي مع كل الإجراءات التي قامت بها من العلمنة وإلى آخره ولكنها لن تستطيع الدخول وإن هناك أمور أثنية وهناك أمور دينية وهناك أمور جيوسياسية وديموغرافية أيضاً وإيديولوجية مختلفة تختلف تركيا عن أوروبا في هذا الموضوع ومن الصعب دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من كافة الأمور التي حاولت القيام بها واليوم تركيا ليس لها مصلحة بالحقيقة في المدى المنظور القريب القصير الأمد ليس لها مصلحة بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشهد أزمة كبيرة جداً بل هي يمكن لها أن تفرض شروطها الاقتصادية وتفرض شروطها السياسية ولكن لا أعتقد أن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هو ضمن أجندة المفوضية الأوروبية بالقبول بهذا الشرط شكراً لك على هذه المشاركة معنا حسن عبيد أستاذ وباحث جامعي في العلوم المالية والاقتصادية شكراً لك